فنعم سأذكر بعض الأحاديث الموضوعة التي اشتهرت جدا خاصة في أيامنا منها اختلاف أمتي رحمة طبعا هذه لا أحتاج في كل حديث أن أقول أنه موضوع كلها موضوع اختلاف أمتي رحمة ذهب زمن النوم يا خديجة كيف تضيع أمتك بين الرحيم والشفيع هذا اختراع جديد على الفكرة هذا الحديث دعاء تقرأه مرة واحدة في العمر وتدخل الجنة وما شبه ذلك في نهايته دعاء إذا قلته تشتاق لك الجنة من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له لا تجلس بين النيام ولا تنم بين الجالسين هذا من اختراع الشيعة توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم هذا حديث من حديث الصوفية أنهم يتوسلون فلم يجدوا لهم حجة فأتوا بهذا الحديث من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني أيضا هذا من الصنع الصوفية خير الأسماء ما حمد وعبد رجعنا من الجهاد الأصغر الذي هو القتال إلى الجهاد الأكبر الذي هو العمل أو العبادة وطبعا هو مصنوع غير صحيح وقلت لكم أن أحدث الموضوع كثيرة جدا ومشتهرة لكن هذه التي خطرت في بالي الآن أشهر الوضاعين من أشهر الوضاعين لوط بن يحيا أبو مخنف هذا رافض كذاب يعني صاحب فتنة صاحب فتنة هذا الرجل أكثر الروايات التي تتعلق بالفتنة التي حصلت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه والتي فيها إساءة لمعاوية من رواية هذا الكذاب لوط بن يحيا أبو مخنف أحاديث كثيرة في الإساءة للصحابة الكرام رضي الله عنهم وضعها هذا الرجل بعضها على فكرة تجده في تاريخ الطبري والطبري رحمه الله تعالى كان منهجه حتى أنه في بداية الكتاب قال للقارئ أنك سترى بعض الأحاديث التي ستستنكرها لكن ذكر الرجل الطبري رحمه الله تعالى أن منهجه أنه يجمع كل ما سمعه بإسناد أنت اقرأ الإسناد واعرف نوح ابن أبي مريم الحاديث اشتهر هذا بوضع حاديث تتعلق بفضاء القرآن من قرأ سورة كذا فله كذا من قرأ سورة كذا فله كذا موسيقى شكرا